هي نجمة الميلاد تعانق سماء بيت الحم التي تنفض غبار أعوام من الكساد والحصار بانتظار الحجيج والمحتفلين فتأخر الاستعدادات للعيد هذا العام يعزوه القائمون على الاحتفالات لأسباب الحرب الأخيرة على غزة والضائقة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية من الأساس كنا نفكر هل سيكون في احتفالات لأن أخوتنا في غزة والحرب التي كانت على غزة وكمان دمرت أو سوت إلغاءات لكثير من الأفواج التي كانت مفروض تيجي عندنا هنا على بيت الحم فتسجيل كنيسة المهد على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني هذا العام إضافة لقبول فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة يمنحان الفلسطينيين أملا في أن يدفع ذلك عجلة السياحة في بيت الحم بشكل خاص وفي الضفة الغربية بشكل عام المكان هادئ ومقدس ويعطيك هذا الإحساس أنه نعم حدثت معجزة هنا فبيت الحم تشكل نموذجا للتأخي الإسلامي المسيحي بالنسبة للفلسطينيين يأمل ساكنها أن تقدم مناسبة الميلاد هذا العام رسالة لفك الحصار عنها بزينة خجولة تستعد بيت الحم لاستقبال أعياد الميلاد رسالتها في هذا العيد أن يفتح الأبواب أمام السياحة علها تعيد شريان الحياة لاقتصادها في رسالت في سكاي نيوز عربية بيت الأحم شكرا